بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فليبو جراندي آخر المستجدات الخاصة بقضايا اللاجئين في الدول العربية فاستعرض المفوض الأممي خلال لقاء أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية خاصة السودانيين النزحين وتطرق اللقاء إلى زيارة مفوض اللاجئين للحدود المصرية السودانية ومعبر قسطل وما شهده من تعاون من السلطات المصرية في التعامل مع تدفقات اللاجئين السودانيين والذين تجاوز عددهم 160 ألفا وأكد أبو الغيط أهمية دعم المفوضية للدول التي تقوم باستقبال اللاجئين لسيما مع عدم وضوح الموقف في السودان مشاددا على أن الوقف المستدام لإطلاق النار يمثل الخطوة الأولى الضرورية لوقف معاناة المدنيين وتمكين المنظمات الإغاثية من التعامل مع الموقف لقد قمت بزيارة إلى معبر قسطل الحدودي بين مصر والسودان وبالطبع رأيت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية وقد أكدت على ضرورة تقديم الدعم الكبير لمصر من أجل النازحين السودانيين التي توقفت بهم الحياة وأؤكد لكم أن الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقف بجانب مصر بشكل كامل لحماية هؤلاء النازحين ترجمة نانسي قنقر